اشتركوا في القناة في يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 في تمام الساعة 51 دقائق الظهر بلاق يفيد بوجود حريق في احد المنازل بمنطقة سترة فعلى الفور تم ارسال آليات الدفاع المدني المتواجدة في مركز الرفاع لتغذية هذا البلاق وكانت سرعة الاستجابة 8 دقائق تم انتقال آليات الدفاع المدني وخروجها من المركز في اقل من 30 ثانية عند الوصول تضح بان هناك حريق في احد المنازل في طابق الارضي ووجود ثلاث اشخاص محشورين قامت فرق الدفاع المدني بعملية المكافحة وانقاذ ثلاث اشخاص واخراجهم من المنزل وتقديم لهم نسعفات الاولية ونقلهم الى المستشفى تهيب الادارة العامة لدفاع المدني على كافة المواطنين والمقيمين بفسح المجال لكافة الجهات الامنية لتنفيذ مهامها وعدم التجمهر في الموقع نعلم بان ذلك يقصد من تقديم يد العون ولكن يسبب ذلك في ارباك الجهات المعنية وفي تنفيذ هذه المهام رأيت ركن محمد يوسف أبو الفتح مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لدفاع المدني بوزارة الداخلية شكرا جزيلا لك مدير إدارة العامة لدفاع المدني مدير إدارة العامة لدفاع المدني